لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك لكن هل حقيقة هناك تواصل مع خالد نزار؟ خالد نزار بنفسه نفى هذا ومن يقرأ رسالة خالد نزار ويفهم نفسية خالد نزار سيدلك تماما وتمام الإدراك أن هذه الرسالة ما هي إلا غزل من خالد نزار إلى السلطات الجزائرية الرجل في مرحلة معينة قلب الطاولة على القيد صالح وعلى النظام الجديد وفر إلى الخارج ولكن الوضع الذي يتواجد عليه في الخارج هو خالد نزار من الناس الذين تربوا في أحضان النظام منذ 62 ولا يمكنه مثل السمكة لا يمكنه أن يعيش خارج النظام حتى لو كان أنه في بيته وليست لديه أي مسؤولية لكن خالد نزار كان دائما التواصل مع الجنيرالات ومع المسؤولين ومع الوزراء وكان دائما قريب من هذه الدوائر وكان دائما يشعر بنوع من الأمان ويشعر بنوع من الأهمية خاصة أنه تجاوز الثمانين من عمره إلا أنه دائما يشعر ولكن الآن عندما وجد نفسه موجود في إسبانيا في شقاء أو في أي مكان آخر ليس له تواصل ليس له قيمة مطاردات وملفات تطارده حكم غيابه بعشرين سنة سجن نافذة هو وابنه تطارده مذكر التوقيف تطارده ربما ستصادر أملاكه في الداخل كثير من الأمور ضاعت منه ورجل مثل خالد نزار وطبيعته ونفسيته لا يمكن أبدا أن يعيش في هذا الظرف أن يعيش في وضع مطارد أو يعيش في موضع معارض هؤلاء لا يعرفون هذا الشيء دائما يريدون أن يعيشوا تحت ظل المؤسسة العسكرية خالد نزار منذ كان في المؤسسة سهرة وفي المؤسسة لكن بعده عاشت تحت ظل علاقاته مع التوفيق وعلاقاته مع العربي بالخير وعلاقاته مع دوائر في المؤسسة العسكرية والجنرالات في المؤسسة العسكرية كان دائما حتى المعلومات المتوفرة لدينا أنه دائما على الأقل عنده مجلس أسبوعي في فيلته في حضرة يجوه ناس ضباط ويحكوا له ماذا يدور في المؤسسة العسكرية يريد دائما أن يعيش وهو يدري ما يحدث في المؤسسة العسكرية خالد بن الزار يعيش بوهم أن المؤسسة العسكرية أنقذها أنه أنقذ الجزائر أنه من المفروض يكون ليهتمثال وهو ورّت الجزائر بمعنى الكلمة في حرب أهلية وهذا لا يعني أنه ننفي دور الطرف الآخر أنا دائما أقول أنه أكبر خطأ سمح للمتطرفين أن يعتلوا منابر السياسة المنابر الحزبية في الساحة الجزائرية في تلك الفطرة من 88 حتى إلى 91 حتى 92 تقريبا وهم في المشهد السياسي وفي المشهد الإعلامي وفي الملاعب وفي الشوارع وهم يتحدثون إلى الناس ولديهم وسائل إعلام ولو كانت في ذلك الوقت شبكات تواصل إجتماعي كما هو عليه الآن لا كانت الكارثة حقيقية هذا المشروع كان مشروع اغتيال لثورة أكتوبر 88 هل يجب أن نفهم هذه الحقيقة؟ الكثيرون لا يريدون أن يفهموا أن فكرة صناعة الجماعات الإسلامية المتطرفة هو دايدا دائما الأنظمة المستبدة عندما تكون في خطر كما حدث في سوريا إذن خالد نزار من هذا النوع الذي يريد أن دائما يظهر نفسه أنه قام بقدم شيء كبير إلى الجزائر وأنه أنقذ الجزائر وهذا الذي ردده حتى في بيانه أو في رسالته التي نشرها على موقعه العائلي تحدث عن هذا الأمر بوضوح وأشار على الدور وتكلم عن الإسلامية وتكلم على أن الذين يحرضون الآن هم الذين كانوا في التسعينات وهو صادق ولكنه كذوب صدق وهو كذوب بلا أدنى شك أن بعض الوجوه التي أضرت بالحراك الشعبي الآن وأدخلته في متهات لن يخرج منها أبدا هوا أنفس نفسها التي أضرت من قبل بمسيرة التغيير التي طالب بها الجزائريون في الثمانية وثمانين في كل ما يأتي تأتي مرحلة التغيير يأتي هناك من يذر بهذه المرحلة في التسعينات بعد أكتوبر الثمانية وثمانين كان الجيش راهينا عند قادة وفي مقدمتهم خالد نزار هم الذين زجوا بالمؤسسة العسكرية وزجوا بالجزائر في مرحلة قدرة ومرحلة دامية دفع فيها الجزائريون الثمان غالي والآن في هذه المرحلة المؤسسة العسكرية في أيدي أمينة ووطنية ونزار قال هذا الكلام ولا أقوله استشهادا به يعني ولا نحتاج إلى شهادته ولكن قال هذا الكلام المؤسسة العسكرية لم تتورت في دماء الجزائريين ولم تتورت في شيء ولكن الذين أرادوا طورية الجزائريين في الدماء بتصفية الحسابات مع المؤسسة العسكرية التي كانت من قبل تحت قيادة خالد نزار وغيره هم أنفسهم الآن الذين يريدون صناعة فوضى في الجزائر بعدما خسروا الرهان في مرحلة معينة من الحراك الشعبي بسبب حقيقة بسبب حنكة وحكمة تحلت بها قيادة الجيش في تلك الفطرة خالد نزار أدرك الآن أنه لم يعد له أمامه إلا محاولة مغازلة المؤسسة العسكرية خالد نزار ليس لديه ما سيقدمه إلى الأجهزة الخارجية حتى يشكل خطرا على أمن الجيش ولا أمن الدولة حتى إذا قال ما قال لم يعطي شيء ليس لديه معطيات على المرحلة الحالية إذا كان يرح يتكلم على مرحلة معينة كان هو وزير دفاع وهو الحاكم الفعلي للبلاد في مرحلة معينة سيدين نفسه إذا أراد أن يتكلم على الانتهاكات فهي ارتكبت بسببه ولديه قضية متابعة فيها في سويسرا ولكن إذا أراد أن يتكلم على المرحلة الحالية أو المرحلة بحكم قلف لان وقلع لان أعتقد أن ذلك لن يؤثر في مسار الأحداث ولن يؤثر في مسار الدولة حتى تصفية حساباته مع الجيد صالح جيد صالح رحل إلى ربه ولم تبقى أمامه الآن سوى فكرة مغازلة غازل الرئيس تبون من خلال إشادته بالإصلاحات التي يقوم بها غازل المؤسسة العسكرية بصفها أن الجيش الآن في يد أمينة طعن في الطرف المعارض المتشدد والمحرض طعن فيه بطريقة أخرى وربطه بمرحلة التسعينات حتى يعطي أهمية لنفسه مجددا أنه قام بدور تاريخي لإنقاذ الدولة الجزائرية الإيلات التي تقول بأن خرجة خالد النزار هي تمهيد وأن السلطة بدأت تسترجع هؤلاء الجنرالات ربما غدا تسترجع أحمد ويحيا وتسترجع العصابة الموجودة في السجون وما إلى ذلك وتوفيق وترطاق وغيره هذا كله كلام للإستهلاك الإعلامي لا قيمة لها الناس المعارضة عندما تفلس والمحرض عندما يفلس في مرحلة معينة كانت عنده خيوط اللعبة الكثيرة بين يديه في ظل شارع منتفض كله ضد النظام القائم الآن انضعت كل هذه الأوراق ولم يبقى أمامهم إلا أي ردود الأفعال على أحداث قائمة أو مباشرة اختلاق حكايات وقصص من وحي الخيال ومن وحي الأوهام أنا من خلال ما أعلمه وما أعرفه وما سمعته من بعض المصادر تؤكد على أنه لم يحدث أي اتصال ما بين الرئاسة أو قيادة الأركان أو جهاز المخابرات الجزائرية مع خالد نزار في إطار استرجاعه كرجل ذا قيمة إن حدثت أقول وإن حدثت محاولات من طرف الجهاز الاستخباري بمحاولة استرجاعه وفتح إنهاء القضايا ومتابعته أو حكم عليه ومواجهة القضاء ممكن جدا طبيعي جدا أن أي جزائر يفار في الخارج مهما صادرت الأحكام الأجهزة الاستخباراتية قد تتصل به تحاول أن تسترجعه وتحاول أن تطمنه هذا طبيعي هذا عمل الأجهزة لا يجب أن نخذ فيه ولكن أقول على المستوى السياسي أنه لا يوجد أي معلومة توفرت لدينا أو أنه كما يدعي البعض أن هناك محاولة لاسترجاعه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله